السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الدنيا دروس وعبر وعظات لأصحاب العقول والألباب مر علينا في الفترة الماضية القريبة زلزال ضرب تركيا وسوريا وكانت فيه دروس وعظات وعبر كثيرة جدا ومن هذه توقفت ساعات على ساعة معينة وهي ساعة الفجر عندما ضرب الزلزال تلك البلاد خليني نتابع ونشوف هذا المقطع بارك الله سبحان الله نلاحظ أن الساعات واكفة على ساعة الفجر الساعة أربعة وربع تقريبا في تلك الليلة التي ضرب فيها الزلزال نسأل الله العفو والعافية حياكم الله أحبتي شوفنا كيف الساعات واكفة عند ساعة معينة وهي ساعة الفجر عندما ضرب الزلزال تلك البلاد وتوقفت ساعات كثير من الخلق ولكن أنا وأنت ساعاتنا ما زالت تدق وتحسب علينا الدقائق والثواني ولكن في لحظة من اللحظات ستقف تلك الساعة وننتقل إلى الحياة الأخرى هل نحن مستعدون لتلك اللحظة يهددنا الموت في كل ساعة ولحظة ولكن إذا جاء هل نحن مستعدون حبيبي حاسب نفسك قبل أن تحاسب وزن أعمالك قبل أن توزن عليك من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة الخوف من الجليل الخوف من الله تعالى ومن هذه اللحظة التي ستمر علينا جميعا فلنتعب أحبابي أسأل الله بمنه وجوده وكرمه أن يغفر لنا ويتوب علينا ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته